نروح بقى لأخبار اللي خلاص اعتدناها ودي بقى لجماهير النادي الأهلي يعني أي أخبار تجي لك قبل مرات الترجي وتحديدا بقى عن غياب لعبين عن أزمة لعبين عن لعبين ما خدتش مستحقات انسى مواضيع دي ما بتحصلش والحقيقة هم المراتي تطوعوا أن هم يؤكدوا أن الأخبار دي مش حقيقة طبعا ده يا فارس أو لعب والترجي يردون على الشائعات كانت الشائعات اللي طلعت أن خمس لعبين طلبوا بمستحقاتهم الغريب اللي ما يعرفش ناجد الترجي رئيسه رجل أعمال من أهم رجال الأعمال في تونس وبيرعك أكثر من مؤسسة إعلانية مهمة بالضبط موضوع الفلوس بالنسبة لهم ده موضوع صعب جدا لاعب تلاقيه عنده أزمة مع الترجي على مقابل مادي ده موضوع منتغي وكل اللي عارف الدوري التونسي عارف قويس قوي أن الترجي في حتة لوحده والمصاريف والإمدادات للعبين والمقابل المادي اللعبين هو الأفضل في تونس فبالتالي الأخبار دي أخبار صعبة جدا أو أخبار مشكوك فيها وإحنا تشدينا شوية ممكن خمسة لعبوا أو ملعبوش درجة تفرس أن البعض طالع قالك أنا استعرضه بعد كده أنها فكرة إيه شفت مؤامرة كونية وهما اللي متصرفين وهما اللي عاملين المشكلة دي في تونس بالإشارة يعني ده بالهمسي باللمسي ولكن مهمة جدا يوسامة اللي أنت بتشير إليه وهي أن دي صور اللعاب الترجي كان من ضمنهم بنغيس طبعا اللعابة اللي أشارت لشعار الترجي وأكدت أن هي موجودة وأن هي مركزة وعلى فكرة يعني أي فريق أي فريق بيصل إلى المرحلة نصف نهائي بطولة إفريقية نهائي بطولة قرية سدقوني أي لاعب بيكون حريص كل الحرص إنه هو يكون موجود في المباريات الكبيرة دي ويكون بيسيب بصمة فيها أنسى بقى فكرة مستحقات صعب جدا لاعب في اللحظة دي يجي يعمل أي تصرف يخليه برى المباريات وده اللي شفناه كمان يا أسامة بدأت المقارنات على صفحة كافة أطفال بس كمان أنا أريد أن أصلا أي إدارة أي نادي بتوصل للمرحلة دي فتتوجه لفكرة حتى لو ما فيش مقابل مادي هتتوجه لفكرة المسكنات هتدي مسكنات لما نعبر للنهاء البطولة وإذا حققنا البطولة هتجي لكم مكافئات وإنت وحظك المسكنات دي تيجي معاك وتحقق البطولة ولا تلاقي قضية صحيح المسكنات أحيانا ما نفقتش خالص يعني وإن كان البعض بتكلم إنه ما كانش فيه مسكنات والأمور كلها كانت كويسة ولكن التاريخ إحنا حفظينه نيجي بقى لتاريخ آخر بيكتب عندنا مقارنة بدأ الكاف صفحة الكاف طبعا مهتمية بنصف النهاء وعلى فكرة أنا بشير بصفحة الكاف شفنا التقطية السنة اللي فاتت لنهاية أفريقيا والأدوار الحاسمة والتصوير اللي عملوه لا شغل مختلف وشغل محترف طبعا عاملين كمان ده من البطولة دي في نصف النهائي بدأ مقارنات شفنا كوليبالي ومقارنة بديانج وطبعا يا جماعة مظلوم اللي يتحط في مقارنة مع ديانج بصراحة بيصعب علي مفيش لاعب داخل القرى في المركز ده يتحط في مقارنة مع ديانج وأنا بقولها بكل قناعة حتى لو كان كوليبالي أو فرانك كوم في عزه مجتمعين على فكرة أنا متفق مع دلاء إن كمان وقت ما فرانك كوم كان مرشح للألي وكان فيه ترشحات وديانج بدأ يظهر على الصورة كان من أحد يعني الحاجات اللي أنا مقتنع بيها إن ديانج يقدر يديك أكتر ده من ضمن اهتمام الكاف ولكن عندنا بقى أخبار يا عسامة هنا كمان داخلية مهمة أخبار برضو يا فارس بتأكد لك إن احنا النادي الأهلي طبعا زي ما بنقول الحلقة المرة دي أو النهاردة بالعنوان ده احنا النادي الأهلي النادي الأهلي اللي بيحافظ على حقوقه مهما اختلفت مجالس الأدرات وأيضا بيحافظ على حقوق الآخرين مهما كان انتماءهم أو اتجاههم بعد تركهم للنادي الأهلي ومن هذا المنطلق النادي الأهلي في حفاظه على حقوقه في هروب اللعب كوليبالي بيصدر حكم للنادي الأهلي على نادي النجم السحلي وكوليبالي مليون وربعمائة ألف بإضافة كمان لـ 15% فرس من 2019 15% سنوياً أدي مليون وربعمائة ألف دولار للأهلي والـ 15% غرامات تأخير الحقيقة كلبالي حاجة غريبة جداً رأس حرب أو سنتر فرود زي ما الكتاب بيقول وكان جاي من البداية عارف طريق المرمى إيه اللي حصل الله أعلم خلى كلبالي مش موجود خلاص الأمر انتهى بالنسبة لنا لكن حقوقنا هنحافظ عليها ونقدر نستردها ودي القرارات ونتمنى إن شاء الله الناس تلتزم بسداد الغرامات اللي عليها خاصة يا فرس إن احنا عندنا كمان فكرة الاتحاد الأفريقي والكاف تحديداً أي نادي هيكون عليه غرامات غير مسددة وارد جداً ما ياخدش الترخيص ويشترك مش كل الاندي مش كل الاندي يا رجل ده احنا عندنا اندي روسائل الاتحاد يا رجل كانوا بيفتحوا لأساس عادي 3 مليون لكن ما عديش رقم أحمد حس صحيح الموضوع صعب جداً ولكن عايز أقف وقفة في الخبر اللي أسامة كان بيقوله لكم للأمانة القطاع القانوني داخل النادي الأهلي وفكرة اهتمام النادي الأهلي بحقوقه القانونية الموضوع ده يستدعي وقفة وإشادة لأن احنا بنشوف النادي الأهلي يا جماعة القصة مش محتاجة إن انت تكون مؤلف قانون وعلى فكرة القانون لا يؤلف يعني أو محتاجة إن انت يكون عندك خبرات قانونية كشخص ولكن محتاجة إن انت كمؤسسة أسامة تكون معني بقضاياك وعارف كويس أوي مواقفك يعني شفنا قضية ميسك النادي الأهلي خد الإدارة القانونية خدت بطلان بالحكم اللي كان صادر لصالح ميسك شفنا صلة انت خدت 150 مليون شفنا أجاية انت خدت فلوس كانت حولت بالخطأ واستردتها بشكل آخر حتى لما روحت المزاع في اتحاد الكورة مع لجنة داخلية هنا حكمتلك ب150 ألف عبدالله السعيد مؤخراً 2 مليون دولار وأخيراً كل بالي هنا الفكرة ان ده انت كمشجع يديك ايه لا انت في قيد أمينة فيما يخص كل الملفات القانونية والمهم كمان يا أسامة ان انت كنادي ما بتوصلش المرحلة ان انت تكون في اي نزاع قانوني في موقف ضعف فيه ده معناه ايه ان انت شغال بالورقة والألم صح ونتمنى ان النادي الأهلي ان شاء الله يظل هو صاحب حقوق مع لهوش حقوق ترجمة نانسي قنقر